تخفيضات ضريبية كبيرة وتعاهدات يكشف عنها رئيس الوزراء البريطاني إيريشي سوناك مع تسجيل ارتفاع طفيف في معدل البطالة أبرز وعوده تخفيض التأمين الوطني للمرة الثالثة بمقدار 2% للموظفين وإلغاؤه كاملا للعاملين على حسابهم الخاص كما أعلن عن مساعدات من بينها دعم الأسر والمتقاعدين والمشترين الجدد للمنازل بتكلفة تتجاوج 17 مليار جنيه سنمول تكاليف التخفيضات الدائمة في الضرائب من خلال السيطرة على الارتفاع غير المستدام في مزايا رعاية الاجتماعية لمن هم في سن العمل الذي انطلق منذ الوباء حزبنا يعتقد أنه من الصواب أخلاقيا أن يعمل كل من يستطيع أداء عمل وأن يمكن العمل باحتفاظ الناس بالمزيد من أموالهم الخاصة لذلك فإن مستوى المساعدات سيكون أقل للتجهي على العمل حتى نتمكن من خفض الضرائب الهجرة القانونية وغير القانونية برزت أيضا في برنامج سناك إذ سيكون على البرلمان تحديد حد أقصى للهجرة وحصرها في نصف معدلاتها سنويا وبخصوص قوارب المهاجرين غير الشرعية وجه سناك مناشدة إلى الناخبين حملت تحذيرا أيضا لمهرب البشر ومن يحاول عرقلة خطة الترحيل إلى رواندا إذا صوتوا لصالح المحافظين في الرابع من يوليو فإن رحلات الجوية التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين ستغادر في يوليو أيضا لتكون راضعا لوقف القوارب وعندما يعرف المهاجرون أنهم إذا حاولوا المجيء إلى بلدنا بشكل غير قانوني فلن يتمكنوا من البقاء وهذا سيثنيهم عن المجيء وإذا طررنا للاختيار ما بين أمننا واختصاص محكمة أجنبية بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فسنختار دائما أمن أمتنا في السياسة الخارجية كانت لسناك رسالة إلى مواصفها بالدول الاستبدادية بأنه سيعمل مع الحلفاء لوقف أي محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي تحت قيادته وليس تحت كيرستارمر زعيم العمال المشكوك فيه حسب تعبيره رم سناك بثقله على التخفيضات الضريبية لإنعاش فرص بقائه في السلطة مع تراجع شعبية حزبه المحافظ أمام حزب العمال واعترف بمدى إحباط الناس من حزبه وأن الأمور لم تكن سهلة لكنه شدد على أن حزبه وحده يملك في هذه الانتخابات أفكارا جيدة لجعل البلد مكانا أفضل للعيش فيه مصفزار العربية لندن ترجمة نانسي قنقر